موسيقى اليوم نأخذ محطة نضالية بدأت إضراب بسعود فبراير وكانت مقاطعة الإمتحانات اليوم نأخذ إضراب أمام الأكاديمية من أجل إخراج المرسوم الوزير منذ سنة 2018 يتلكى في إخراج المرسوم هذا سبب لنا مشكل كبير لم يكن هناك وضوح كانت ضبابية في هذا الإطار نريد أن توضحنا الأمور لكي نستمروا لكي نتراجعوا نحن مستعدين محطة نضالية أخرى آخرها ممكن تنازلوا على هذا الإطار ونشوفنا إلى مكانش المرسوم وسنقوم بمحطة نضالية طيلة هذه السنة حتى إخراج المرسوم ولن نتراجع قيدة أمولة عن هذا النضال حتى تحقيق المتلب الرئيس وهو إخراج المرسوم مرسوم يحفظ الكرامة للإطار الإداري بصف عاما والمسترف ترباوي والكلمة فينا هي يا وزير التربية والكلمة فينا هي والكلمة فينا هي الانتصاب الانتصاب كما تعلمون أننا نجسد هذه الوقفة الاحتجاجية هذه الصياغ نضالية من أجل يعني إسمع صوتنا للجهة المصصية لوزارة التربية وطنية والحكومة من أجل إخراج المرسومين لجويد المهام والمسؤوليات التي يتحملها الإطار الإداري سواء أنه كان إسناد أو خريج الذين يعتبرون هم يعني الحلقة الأساسية في المنظومة التربوية من أجل تسديد وتنزيل إصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا وهي تجويد المنظومة التربوية في شموليتها كما أننا نلديد بخلال هذه الوقفة الاحتجاجية الصمت يعني الغير مفهوم في تفاعل الوزارة الوصية والحكومة بشكل عام مع مطالبنا المشروعة مطالبنا العادلة في يعني جميع النقط المتعلقة بالملف المطلبي الذي تقدمها لدى الوزارة وكذلك الوعود التي تقدم بها السيد وزير الطربية وطنية في إخراج المرسومين ولكن تخلفه عن التزام بهذا الوعد جعل الأطر الإدارية المتدربة تخرج عن صمتها وتحتج بكل قوة وبالسياق سلمية وبالسياق حضارية من أجل أننا ندافع عن مطالبنا في علاقته كذلك بالدفاع عن المدرسة المغربية في شموليتها كقضية وطنية ثانية بعد القضية الوطنية الأولى على الوزارة الوصية والمهتمين والمخططة أن تقوم بإصدار هذا المرسوم لقينا عرف ما سرنا فإن المهمة التي ربما هذا المدير مكلف بها هي أكبر من كل أكبر مهمة أظن أكبر مهمة تعطى إلى أي إطار وإذا أردنا أن نغير فلا بد أن تكون هناك تحفيزات لأجل هذا المدير لكي يرقى بجودة التعليم وبتفعيل المدرسة العمومية وبتحقيق مشروع المؤسسة بمستوى عالي وارتقاء بتعلمات في إطار المدرسة العمومية اشتركوا في القناة